موسيقى سلام الله عليكم أرحب بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحدث المغاربي وفيه مشاهدنا أفاضل سنعود ومن جديد لتصريحات الأمين العام لجبة التحرير الوطني عمار سعداني لنقف على انعكاساتها على أثارها تداعياتها على الساحة السياسية عامة وعلى ملف الرئاسية خاصة بالإضافة للترقب الشديد الذي ما زال مصاحبا الأحزاب ومختلف السياسيين الذين يهمهم ملف الانتخابات وبالخصوص ما إذا سيترشح الرئيس عبدالعز بوتفليقة لها أم لا أسعد مشاهدنا أفاضل باستضافة دكتور أنور نصر الدين هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية من واشنطن دكتور أنور كيف ترى الساحة السياسية اليوم هناك الكثيرون يصفونها بأنها ازدادت انسدادا واحتقانا بعد صدور هذه التصريحات الأخيرة للأمين نعم يجب التحرير الوطني عمار سعدان شكرا على الضيافة وتحياتي لكل المشاهدين الكرام شكرا هو في الحقيقة أن تشهده الجزائر ربما محاولة أخرى أو لعبة أخرى لما يسمى عندنا بأصحاب العلبة السوداء أصحاب القرار حيث يريدون صرف الناس نحن هنا ندري بالتدقيق وهذه طبيعة النظام الجزائري لا ندري بالتدقيق ما الذي يحصل نعم ولكن بالتأكيد هذه قد من أحد تبعيات انتحها الخطيرة وهو إبعاد الناس وإشغال الناس عن الأهم وهو كيف انتقال الجزائر من كون أن المناصب السياسية وعلى رأسها الرئيس الجمهورية من كون أنه ينتخب أولا من قبل أصحاب هذه العلبة السوداء إلى أن يصير إن شاء الله بعد التحول بعد التغيير الحقيقي إلى أن ينتخب من قبل الشعب فهذه النقطة الأساسية التي نحن في حاجة إلى التماع فيها فكل هذا الهرج الذي رأي موجود يعني من حقنا أننا نتساءل ما ما صير انتخابات 17 في فبراير المقبلة هذا هو الأمر الأساسي الذي ينبغي أننا نركز عليه والمشهد السياسي في الحقيقة يخيف كثيرا لأنه يبدو أن أصحاب القرار مرة هذه لم يتفقوا على من يقود المرحلة المقبلة للجزائر فهذا لعله مؤشر أن هذه طريقة تسيير البلد بالطريقة هذه وهذا النظام السياسي القائم على هذه العلبة السوداء خلاص استنفذ كل مبررات وجوده فالنظام هذا فشل في قيام دولة أول نوفمبر بكل معنى الكلمة وبكل حوادفها وأصبح الآن أمام طريق مسدود فربما فرصة بدلا من مواصلة نحن ندعو هؤلاء أصحاب القرار أصحاب العلبة السوداء أنهم يتقوا الله في هذا الشعب وأنهم ربما حان الأوان للتفكير بجدية كيف يتيم هذا التحول الديمقراطي نحو النظام السياسي يسمح للشعب بالفعل بدون وصاية من أي جهة كانت لاختيار السلطة السياسية للبرد الذي تسير بلد في المرحلة المقبلة ونحن نطالب هذا بمعاية الجميع بما فيها المؤسسة العسكرية والمخابراتية ينبغي أن يفتح حوار وطني حقيقي جاد الآن مش غدا من أجل تحقيق هذا التحول هذه النقطة الأساسية التي حقيقة تخيفنا في هذا المشهد السيادي فيه انسداد تام النظام بما يسمى بالنظام السياسي عند أصحاب السياسة يعني نقصد به الذين هم في السلطة والمعارضة الرسمية كلاهما فشل في قيام هذه الدولة الدولة المراقبة دولة القانون دولة التي فيها المحاسبة فيها دولة لحقيقة الشعب يمارس سيادته من خلال المنتخبية النظام ككل معارضة رسمية والسلطة فشلوا في قيام هذه الآن الآوان لفتح المجال للذين همشوا للذين في الحقيقة رفضوا الانقلاب انتعي يناير 92 من كل التيارات وخاصة من الذين انتخبوا عليهم أن يفتح لهم المجال الآن للمساهمة في محاورة إيجاد حل الأزمة هذه طيب يا دكتور أنور أنا أريد أن أعود بك قليلا لهذه التصريحات اللي هي الآن الشغل الشاغل بالنسبة للساحة في الساحة السياسية الجزائرية هناك من يرى أنها أتت في الوقت بدل الضائع كانه مباراة كورت قدم وهناك من يقول بأنها هذا بالنسبة للطيار التغريبي الطيار التغريبي الفرنك فوني في الجزائر يقول بأنها تحد صارخ للأمن القومي الجزائري هكذا يصفونها اليوم كيف ترى أنت هذه التصريحات هل هي تصريحات إيجابية أم أنها سلبية مثل ما يقول هؤلاء تهز الأمن القومي هزا تؤثر في الرئاسيات تشكك في كل المنجزات التي تحققها الأمن منذ التسعينات كيف تراها أنت هذه التصريحات والله بكل صراحة نحن لا نخادع شعبنا بالفعل أنها علبة سوداء ولا ندري بالتدقيق ما يحدث وهذا ليس بعيب لأن النظام هكذا في الجزائر ولكن من الكونسيكونس هذا التصرف الذي رأى موجود هذا الهرج الذي رأى موجود حقيقة الهرج مخيف جدا كما أسلفت أن بعدما تم فيه فراغ للطبقة السياسية إفراغها من مدلولها بعدما تم إحداث هذا الفراغ الآن نرم أمام طريق مسدود ونخاف اليوم وقد يستغرب البعض من كلامنا هذا نخاف اليوم حقيقة على مؤسستنا الأمنية والعسكرية لأن البلد بدون مؤسسة عسكرية وبدون جهاز استخباراتي حقيقي وطني بلد يكون في خطر في خطر الاختراق أمننا القوم في خطر أمننا الغذاء في خطر مصالحنا استراتيجية مواردنا طبيعية التي حبان الله بها في جنوبنا في خطر فهذا يعني هذا الصراع هذا لبدأ بيظهر بعض ملامح انتهى على السطح من خلال هذه التصريحات لأننا تسأل أين كان هذا الأمن عام هذا الجبال التحرير الوطني عندما عين على رأس البرلمان الجزائري هل حقق ذلك من خلال انتخابات حرة أو كانت نفس التعيينات فإذا لماذا الحديث الآن وعلى كل حال يعني إن شاء الله يكون استفاقة وفاقوا من نومتهم ونحن منفاتحين لكل من يريد حقيقة المضي قدما نحو تحول ديمقراطي حقيقي نحن نريد ولكن علينا أن نحافظ على أمن البلد علينا أن نحافظ على وحدة البلد علينا أن نحافظ على مؤسستنا العسكرية بعيدة من هؤلاء الانقلابيين الذين سيطروا عليها خاصة في انقلابهم على خيار الشعب وأدوا بالبلد لحمام من الدماء والدموع علينا أن نحافظ هذه المؤسسة العسكرية والمؤسسة المخابراتية لتقوم بدورها الحقيقي وهو الحفاظ على أمن البلد والحفاظ على التراب الوطني ووحدة التراب الوطني هذا الأمر الذي يخيفنا وأما ما يحدث نحن صراحة نسنا من داخل هذه العلبة السوداء فلا ندري حقيقة ما الذي يحدث نحن نحلل ما نشهده ولا ندري ما الواقع يعني اللي يحدث في الحقيقة احتلالنا نغاية نعني نلعب بشعبنا نقوله الحقيقة ولذلك على الشعب أنه يستفيق أنا الأوان لعله أنا الأوان ونقوى تحمل مسؤولية ما أقول أنا الأوان لقول لا لرفض هذا النظام السياسي رفض هذه الطريقة لتسيير بلدنا بطريقة سلمية ولكن لابد من رفضها من رفض هذه الطريقة أنا الأوان كفانا كفى كفى حقيقة تلاعب بمصير بلدنا بأمن بلدنا بأمن قوم بتاع بلدنا هل ترون هذه التصريحات تجاوزت حدودها فعلا مثل ما يقول هؤلاء اليوم في المواقع الإلكترونية في الصحف هناك الكثير من الضباط السابقين المتقاعدين وربما هناك الكثير ما زالوا يمارسون مهامهم اليوم في مؤسسة الجيش لم يرضوا تماما عما صرح به عمار سعداني الأمين العامج بالتحليل الوطني وقالوا هذه التصريحات لا تصب في خدمة الجزائر أبدا هو أشوف حقيقة الأمر كما أسلفت إن كان الأمر يتعلق بالناس فاقوا كما نقول عنها بالعامية في الزائر أنهم استيقظوا من نومتهم ومن ثباتهم العميق على هذه التصريحات إن كانت جادة وترمي خدمة المصلحة العامة وترمي خدمة الشعب عليها أن تتلوها تصريحات أخرى تساهم في هذا التحول الديمقراطي ومن نظام هكذا مغلوق إلى نظام حقيقة يعبر عن سيادة السعب ونحن قد تحدثنا في هذا ونشرتكم عننا فرصة في هذه الحصة لنذكر أكثر ما ينبغي أن يصرح به سعمار هذا وغيره من من تعبوا ومن سائموا من طبيعة النظام هذا لأننا لا نريد أننا ندخل صراحة بين طائفتين أو مجموعتين أو يعني هكذا نحن نتابع الأمر ولكن ليسنا أغبياء لا ينبغي أن نقع أن يحطون في زاوية بحيث إما تدافع عن فئة أو فئة نحن نرفض النظام ككل وهذا لا يعني أننا نريد إحداث فراغ داخل الجزائر هذا أمر مهم جدا كذلك ولذلك كل العقلاء طلبوا بأنه حانا ونحن مد سنوات ونحن نطالب بأن الحل حل سياسي ولا بد من حوار وطني يجمع الجميع نبني أسس المستقبل هذا هو الأمر الأساسي الذي ينبغي طيب سأعود لك يا دكتور سامحني فقط سأعود لك بعد لحظات الآن مشاهدنا الكرام ينضم لنا الأستاذ عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار من الجزائر العاصمة سيد عبد العزيز كيف تلقيت هذه التصريحات التي تصنع الحدث الأيام الأخيرة في الجزائر تصريحات عمار سعدان الأمين العام جبا التحرير وهل فعلا لديها تأثير في الساحة السياسية وعلى الرئاسيات المزمع تنظيمها في السابع عشر أبريل المقبل تفضل سيد عبد العزيز للأسف فقدنا سيد عبد العزيز أعود لك يا دكتور حتى نعيد الاتصال بسيد عبد العزيز هناك من يتساءل في الجزائر عن غياب الرئيس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقولون أين رئيس الجمهورية مما يحدث هناك تصريحات وتصريحات مضادة هناك أحداث وأحداث ربما منذ شهور رئيس الجمهورية ما زال يلجم صمت القبور حتى لا أقول صمت منه آخر لم يتحدث إطلاقا إلى شعب الجزائري هناك أحزاب وأحزاب تخاطب وده وتريده مرشحا للمرحلة المقبلة ولكنه إلى حد ساعة لم يفصل في هذه المسألة ما إذا سيترشح أم لا ثم أيضا لم يتكلم عن هذا الحزب وهو الرئيس الشرف له والله هذا السؤال وجيز وسؤال لابد من طرحه على الرئيس في حد ذاته وعلى الذين يطبلون للعهد الرابعة يعني كلام عيب هنا ربما المشاهدين تعبوا من هذا الحديث حقيقة لأن مشاره لم تفرطوا في هذا الموضوع وعلينا لنشوف هذا يعني عن من يتحدثون أين هذا الرئيس كم أشهر هذه لم يخاطب الشعب طيب يا دكتور سأعود لك سمح لي فقط حتى لا نضيع الاتصال من جديد عاد إلينا مشاهدنا الكرام أستاذ عبد العزيز غرمول لست أدري ما إذا سأعيد السؤال من جديد أم أنه سمعه لكن لبأ سنضرب عصفرين بحجر واحد أستاذ عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطني الأحرار كيف تلقيت التصريحات الأخيرة لعمار سعدان الأمين العام جمع التحليل الوطني هل فعلا لديها تأثير على الساحة السياسية خاصة وعلى الرئاسيات المزمع تنظيمها في أفريل في السبع عشر أفريل المقبل أستاذ عبد العزيز غرمول لست أدري ما الذي يحول بيننا وعبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطني الأحرار لست أدري لكن ربما سنعود لاتصل به من جديد حتى يكون ربما الخط أوضح وأوضح أعود لك دكتور بإمكانك أن تكمل الإجابة معليش تفضل كما أسلفت يعني من المفروض كان يطبق عليه الدستور الذين هم فرضوه على الشعب تم انقلاب على الشرعية لا تكتسب بالتقادم فتم انقلاب على خيار الشعب وتم فرض على الشعب دستور جديد وحتى الدستور هذا لم يحترمونه الدستور واضح في هذا الأمر هذا أمر واضح لأنه عندما يكون رئيس الجمهورية غائب يعني غير قادر على تسيير شؤون البلد وكأنهم يقولوا الجزائر ليست في حاجة إلى رئيس الجمهورية هذا كلام غير معقول والآن يريدون فرض عهد رابعة هذا لا يعني بأننا مع الصمف الذي جده نحن نقول بأن كفانا من أن الرؤساء يختارون أولا من قبل العلبة السوداء قبل أن يطرح الخيار هذا ويفرض على الشعب نحن نريد نظام سياسي جديد ويمكننا اليوم فتح هذا الحوار الجاد وفرض هذا الحوار الجاد على أصحاب العلبة السوداء من أجل التحول هذا السلمي نحو النظام السياسي يعيد السيدة للشعب هذا الأمر الأساسي الذي ينبغي التركيز عليه فأنا الرئيس أين هذا الرئيس نعم وهو كذلك يا دكتور نعود الاتصال الآن بسيدة عبدالعيس غرمول ربما الآن صار معنا صورة وصوتا سيدة عبدالعيس غرمول تفضل نخضر أي وسيدة عبدالعيس غرمول لمن لا يعرف شيئا الكرام رئيس حركة وطنيين الأحرار ومن الناشطين في الساحة السياسية في الجزائر كنت قد سألتك قبل انقطاع الاتصال عن هذه التصريحات التي تصنع الحدثة لأيام الأخيرة في الجزائر هل لها من تأثير في الساحة السياسية عامة والرئاسيات خاصة المزمع تنظيمها في السابع عشر أفريل المقبل طيب يبدو أننا لم نفلح في الاتصال بسادة عبدالعيس غرمول لسنا ندري ما الذي يحدث ربما الخطوط هذه الأيام الأخيرة خطوط متعبة وليست واضحة بالمرة رغم أنهم يقولون أن الجيل الثالث دخل كل البيوت في الجزائر هذه الأيام الأخيرة هذا الذي نسمعه دكتور مضطر للعودة إليك من جديد كنت تتحدث عن الرئيس جمهوري عبدالعيس بوتفليقة وعن غيابه ماذا عن الجبهة الجديدة تسمى بالجبهة الصامتة هذه الجبهة التي لم تعلن بعد موقفها ما إذا هي سترشع عبدالعيس بوتفليقة أم ستذهب لمترشح آخر ومن هذه الجبهة هناك حوالي 12 مليون من الجزائرين قطعوا الانتخابات التشريعية الماضية هل ترهم هذه المرة سيعيدون الكرة نفسها أم أنهم سيكون لهم خيار آخر كيف ترى الساحة السياسية وتفكير هؤلاء إلينا يتجه بالضبط إن شاء الله هو من يثقيل عليكم ولا على المشاهدين لا أبدا هذا فرصة إن شاء الله بارك الله بمزح والله الوضع في البلد حقيقة مقلق وقلق جدا والمشاهدين كلهم تعبوا من هذا الوضع فمليح المزح من أحيانا إن شاء الله يكون جيد شوف يا أخي نحن كما أسلفنا أن الشعب الجزائري واعي حقيقة حقيقة الوعي ولذلك نحن قلناها منذ البداية الحديث عن المقاطعة بالنسبة للشعب من الكمليات لأن الشعب واعي جدا نحن نريد أن النخبة السياسية تكون في مستوى الشعب وخاصة هؤلاء الرسميين الذين أعطاهم لغريمون كذا يعني هذه الفائذ انتعال الحزاب السياسية وكذا عليهم أن يرتفعوا إلى مستوى هذا الشعب وأن يرفضوا هذا النظام ويرفضوا الطريقة التي يقوم بها لخيار بل لفرض السلطة السياسية على الشعب فإذن ولكن نحن نأمل أن الذين همشوا من قبل هؤلاء الانقلابيين منذ أكثر من عقدين من الزمن بالتحديد سواء الذين انتخبوا فيه مع الجبهة الإسلامية على مستوى البلديات ومستوى الولايات ومستوى البرلمان وكذلك المتعاطفين مع الجبهة ومع حق الشعب في الاختيار أستسمحك دكتور أستسمحك دكتور سأعود إليك طيب سيد عبدالعي سغرمون ربما هذه المرة يسمعوني تفضل قلت لك أن التأثير الحقيقي لن تفقط على الوسط السياسي أو الانتخابات الرئاسية المقبلة الآن فيه مساس لمؤسسة جمهورية فيه مساس لمؤسسة الدولة الجزائرية والملك للشعب الجزائري فيه استهانة بها وجهة نظري أن المساس لشخص معين مثلا يقود هذه المؤسسة هذا غير مهم يقود هذا الشخص أو يقود شخص آخر لا يهم المؤسسة في حداتها يجب أن نحافظ عليها كجزائريين أما ما يقال في هذا الرجل الذي يتحمل مسؤولية هذه المؤسسة الآن يعني هو كان هؤلاء الناس هو الذي دعم هذا الرجل منذ أن كان مجهول في البرلمان الاسم مجهول الحضور الآن هو دعمه هو رباه وبالتالي يعني أنا يبدو لي يبدو لي أنها نتيجة التربية السيئة أن تحم لنقبة بين قنصين يشمونها المؤسسية الآن الآن أتمنى 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 الصراع كما أتمنى هو الصراع بين مؤسستين في البلد يعني بين مؤسست الرئاسة الجمهورية ومؤسستهم أتمنى ألا أنه في هذا بينهم هو الصراع ما طالح وأقوم من شعب الجزائري كله أنه صراعا بقاء وليس صراع من أجل مصلحة الشعب الجزائري لا هو من أجل مصلحهم هما كل واحد فيهم يحتاج مسؤولية أكبر كل واحد فيهم حاب يكسل كرعيه أكثر من الفلاس اللي يتمح له به وبالتالي ما لازمش نحليه هذا الصراع ينزل للشارع ويأثر على الشعب الجزائري لأن الشعب الجزائري كان دائما ضحية هذا النوع من المؤامرات طيب سيد عبد العزيز ماذا عن المعارضة ماذا عن هذه الأحزاب ماذا عن الأحزاب العشرين الأحزاب العشرون منذ تقريب مدة غير يسيرة هذه الأحزاب تفكر في المرحلة المقبلة تفكر في مترشح توافقي عبر لقاءاتها ندواتها جلساتها هذه الأيام كأننا لا نسمع عنها ريكزا هذه الأيام خاصة مع التصريحات الأخيرة هل من موقف هل من قرار هل من تصريحات لهذه المجموعة أعتقد أن المجموعة هذه عقدة اجتماع أمس الجمعة مساء أيها وهي وزعت اليوم بيان على وسائل الإعلان أنا وجهة نظري ومظن يعني هي وجهة نظر أغلبية المجموعة أننا لا ندخل في هذا الصراع كطرف نحن ما يهمنا يهمنا الجزائر مستقبل الجزائر ومستقبل الشعب الجزائري هؤلاء لا يدافعون ولا يعملون ولا يتخصمون ولا يتناوشون من أجل مستقبل الجزائر وإنما من أجل مستقبلهم ومن أجل المصالح أن تحمهم هذه المجموعة التي تميل لرأيي من الأفضل أن تبقى بعيدة على هذا الصراع وتعمل من أجل ما بعد بوتفلقة وما بعد هذا الصراع وما بعد هذا النظام لأن هذا النظام يعني وصل للشيخوخ وصل للنهاية والدليل يعني أنه الآن أصبح يكل في ذاته لأن سواء سعداني أو التفيق هما ثمرت هذا النظام الفاسد الذي وصل إلى أقصى حد من الفشل وأقصى حد من الفساد إذن النظام الآن بداية يكل في بعضه إحنا رأينا أننا ننظر ننظر إلى ما بعد هذا النظام ولكن ولكن في كل هذا يبقى موقف كل حز سياسي مستقل وحر بالنسبة للآخرين وما عبرت عنه هو رأي حركة الوطني الأحرار ولا يلزم الآخرين مع ذلك يا أستاذ عبدالزيز غرمون هناك أطراف محسوبة على السلطة تقول أن المعارضة في حد ذاتها مختلفة عن نفسها ومتفرقة وطروحاتها تختلف عن طروحات الأحزاب الأخرى ولا يمكن إلى مترشح توافقي فهذه التطاحنة بينها وهذه الانقسامات ستزداد مع مرور الأيام مع اقتراب اليوم السبع عشر من أبريل المقبل بالدليل أن الأحزاب بدأت تباعا حزب وراء حزب في المقاطعة ربما أنت سمعت بهذا هل فعلا تفضل أنا رأي أن الاختلاف بين هذه الأحزاب هو رحمة وليس نقمة نحن لم نبحث عن مرشح توافقي لم نطرح لم نطرح هذا الموضوع أصلا هناك بعض المبادرات من طرف مجموعة أحزاب باتجاه مرشح معين هذه تخصم هما كأحزاب أما نحن حتى الآن حتى الآن لا نزال ننتظر الساعة السفر إن شئنا نحن لا نعرف حتى الآن هذا النظام إلى أين يريد أن يذهب بالانتخابات هذه في حالة ما إذا ترشح الرئيس الحالي هذا يعني أن الانتخابات يحسنها مسبقا إذا لم يترشح هناك اجتمال أن المنافسة ستكون نوعا ما بين قلسين نزيها ولكن في كل الحالات في كل الحالات ليست هذه الانتخابات هي التي تحدد مصير الجزائر مصير الجزائر سيتحدد ما بعد هذه الانتخابات وأعتقد أعتقد إذا لم تذهب الجزائر وإذا لم يذهب هذا النظام لفترة انتقالية يستحيل تغيير هذا النظام ولا حتى هذا الوجوه المتفارعة من أجل مصالحها وبالتالي نظن أن المعارضة الآن أو على الأقل هذه الأحزاب العشرين يعني لأول مرة لأول مرة يعني في الجزائر تبقى أن تتفق عشرين أحز على رأي واحد تتتفق على أنها تعمل جماعة تبقى المواقف أننا نقاط أو لا نقاط نحن لسنا متسرعين نحن قلنا ننتظر حتى يكشف هذا النظام على ما دقي من وجههم قبيح وبعد ذلك نتخذ الموقف إن شئنا فليكن إن شاء الله موقف جماعي نعم نعم وهو كذلك السيد عبداليس غنمور رئيس حركة الوطني أحرار جزيل الشكر لك كنت معنا من الجزائر العاصمة مشاهدنا أفاضل سنطرق بعض المحاور لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا أجدد الترحيب بكم مشاهدنا أفاضل نحن على هوا مباشرة في برنامج الحدث المغاربي وفي هذه الحصة نفتحه من جديد ملف الرئاسيات ومع التركيز على ما يصفونه في الساعة السياسية بسراع المصالح سراع النفوذ كذلك الحديث عن الاحتقان والانسداد المرافقين لهذه الأحزاب أو للأشخاص أو للسياسيين الذين لهم اهتمام كبير بالانتخابات المزمع تنظيمها في السابع عشر أفريل المقبل مشاهدنا أفاضل كان عمار سعداني الأمين العام جميع التحليل الوطني قد أشار إلى اليد اليد الطويلة اليد الممدودة لجهاز المخابرات في تفتيت الأحزاب وتفريعها وإشغالها ببعضها بعضا لكن هناك من رؤساء الحزاب من قالوا إن هذه المسألة ليست جديدة بل هي قديمة وفعلا جهاز المخابرات كان له دور كبير في تفتيت هذه الأحزاب سنستمع مشاهدنا الكرام عبر هذا الفيديو إلى رئيس حركة حمس الدكتور عبد الرزاق مقري وهو يتحدث عن هذا الجهاز لما نقول مؤسسة العسكرية أعني بها المؤسسة الأمنية العسكرية ديرس اللي هي في المرحلة السابقة كانت متحكمة في كل المؤسسة العسكرية كلها لأن رجال ديرس لكولونيل والضباط ديرس موجودين في كل مكان موجودين في كل وزارة موجودين في كل ديبارتمون موجودين في كل إدارة موجودين في كل شركة موجودين في كل بانك وموجودين تقريبا في كل حزب موجودين في كل مكان موجودين في كل لهم يعني عندهم قدرة على شبكة العلاقات كبيرة جدا فهؤلاء صلوا على رسول الله في البداية أرادوا أن يتحكموا في رئيس جمهورية فأدركوا بأنهم لا يستطيعون فعل ذلك فواقع ما يسمى الآن بالتوازن غير مستقب كينتعايش فيما بينهم يعرفون بعضهم بعض ولكن لا يعترفون ببعضهم طيب أعود إلى دكتور نصردين هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية وهو معنا الآن عبر سكايف دكتور أنور من أبرز ما قاله ضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبدالعيس غرمور رئيس حركة الوطنين الحرار قال في جواب له على أن سؤالي إن الانتخابات المرتقبة في السابع عشر من أفريل المقبل لا تحدد مصير الجزائريين ربما اهتد إلى حسب ما يشاهده وهناك موجود في الميدان لا شفافية ولا هم يحزنون كأن الانتخابات مغلقة طالما أنه فيه إصرار على إدخال عبدالعيس بوتفليقة كمرشح رئيس في هذه الانتخابات نعم سمعته ولو أنه يعني ولو أنني شخصيا ممنوع من حقي في العودة إلى بلدي فحركتنا متواجدة في التراب الوطني والحمد لله نحن نشاهد هذا الأمر هذا صراحة عندنا قراءة مخالفة ومغايرة لأنه القضية نفس الكلام كان يروج وأنه الرئيس الحالي سوف ورئيس الملهم وسوف يفتح الخير على البلد على الجزائر عندما جاء في 99 أنتظروا انتخابات وسوف كذا كذا ولكن لم يوفي بعهده طيب فلذلك نحن نقول لا بل لابد من السعي من أجل المساهمة في إحداث هذا التغيير من الآن نعم نريدها انتخابات ولكن لا نريد انتخابات مزورة نريد تحويلها إلى انتخابات حرة ونزهة ولابد من السعي الآن لم نعد نثق في هذا النظام الشعب الجزائري لم يعد يثق في هذا النظام والدليل على ذلك ومقاطعته في أغلبيته الساحقة الشعب الجزائري يرفض هذا النظام ولكن نحن كسياسيين علينا لا نكتفي بالرفض فقط بل علينا العمل والجد يعني من أجل توفير المناخ المناسب لاسترجاع هذا الحق الذي توسب من الشعب حقه في اختيار السلطة السياسية من خلال انتخابات حرة ونزهة لأن القضية ليس قضية انتخابات فقط هي وراء حق شرعي وطبيعي لهذا الشعب إذن لا يبغي أننا ننتظر والسؤال ممكن أن يجب أن يطرحه الآن صح راه فيه الآن يبدو سطحيا في صراح هذا إلى آخره مع أننا نعلم كلنا بأن من خصوصيات هذا النظام الجزائري وما يسمى بأصحاب القرار وما أنهم يشكلون قيادة جماعية يعرفون أنهم لا يمكن أنهم يختلفون يعني سيكون ديركشون كوليجيال الآن رأهم ربما متفاتنين على من يقود مرحلة المقبلة ففردا غدا غدا يعني أنه خلاص نتوقف هذا الصراع ونتوقف ما هو موقف هذه الطبقة السياسية الرسمية؟ نحن نريد حقيقة اغتينا من هذه الفرصة والآن اليوم من أجل إحداث هذا التغيير المنشوذ بطريقة سلمية انطلاقا من إيجاد هذا المناخ المناسب وليكن تكون هذه الانتخابات التي يريدونها أن تكون مزورة مسبقا بإبعاد جزء كبير من أبناء الشاب من حقهم في المساهمة في هذه طيب يا دكتور أنت بجوابك هنا يا دكتور إلى الزخابات حرة ونزهة نعم بجوابك يا دكتور فإنك تجرني للحديث عن المادة السادسة والعشرين من قانون المصلحة الوطنية أنت تعلم أن هذه المادة تشير إلى من تسميهم لست أنا تسميهم بأنهم متورطين في الأحداث في أحداث التسعينات وبالتالي لا يمكنهم أن يترشحوا أن ينتخبوا أن يشكلوا أحزابا أن يمارسوا السياسة أن ينضموا إلى حزب آخر ثم فاجأ الساحة السياسية الأيام الأخيرة فرق صمتين رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وقال لا انتهى وقت هذه القيود في عام 2013 نحن الآن في 2014 بإمكان هؤلاء الذين سماهم بالمحرومين من حقوق سياسية حقوق المدنية أن يمارسوا حقوقهم كباقي الجزائريين كيف ترانت هذه المسألة؟ هل فعلا بإمكانكم أنتم وبإمكان الآخر اللي هم كانوا في الجبس من القاض أن يترشحوا أو أن ينضموا لحزاب أخرى أو أن يشكلوا أحزابا؟ نحن نشوف حتى هذه التصريحات ومع ظاهرها أنها مفيدة وإلى أنها مغالطة كذلك هو أصلا كما أسلفنا أصلا إن المادة 26 لم تحدد من هم كانوا من وراء المأساة الوطنية نحن مع المادة 26 وأحسب كل قيادة الجبهة الإسلامية وكل من تهم ظلما وعدوانا مع هذه المادة السؤال يبقى من هم هؤلاء الذي تطبق عليهم المادة فليس هناك تحديد من حكم قضائي قائم على تحقيق لجنة مستقلة لتحدد المسؤوليات ولذلك لم يحددوا في القانون لأنه في قانون دولي مهما كان الدوبل ستاندرد هذا الكائن وهذا المقياس بمقياسين على المستوى الدولي إلا أنه ما كان لهم ليحددوا الجهة التي كانت من وراء هذه المأساة الوطنية بدون تحقيق شفاف وبدون حكم قضائي فإذن القضية ليست أننا منذ البداية من حقنا المساهمة في بناء بلدنا وفي خدمة شعبنا وإنما بالقوة منعوننا الأخ علي بالحاج حفظه الله والشيخ عباسي ما دين يحفظه 12 سنة في السجن ظلما وعدوانا وإلى الآن لازلنا وليس هم كما أسلفت في هالمئات من الذين انتخبوا في البرلمان من الذين انتخبوا في البلديات في الولايات من المناظنين من الذين أبدوا معارضتهم للانقلاب كلهم ممنوعون ومن مختلف التيارات ولو الجزء الكبير من أبناء الصحوة الإسلامية إلى أنهم فيه فهذا الأمر هذا الذي ينبغي أن نجعل حد له نحن نقول بوريكا لك ركتكلمت حاجة مليحة ليوم مليح ولكن نشوف مما هي الخطوات هو لم يكتفي بهذا يا دكتور بل نصح هؤلاء نصحهم بالتوزه للمحكمة الإدارية لتقديم طعون وضع هذا الطعون بين يدي القضاء للفصل فيها لكن هناك مسألة أخرى هناك من أشار إلى مسألة دقيقة سأعود لك هناك من أشار إلى مسألة التناقض في التصريحات التناقض في القرارات حتى قسنطيني من جهة يقول نعم هؤلاء انتهت القيود التي تقيدهم بإمكانهم أن يمارسوا حقوقهم السياسية والمدنية كباقي الجزائريين ثم يأتي من هو محسوب على السلطة اللي هو الآن وزير البيئة عمارة بن يونس قال لا المادة السادسة والعشرون من قانون المصالحة تمنع هؤلاء يعني ترى أنه ما زال موجود هذا الطيار التغريبي الطيار الفرنكفوني الذي يريد مسادرة الرأي الآخر هم يقولون أن هذه الانتخابات للجميع وبإمكان الشعب الجزائري بإمكانه أن يشارك فيها ولكن ترى بعد أن استبشر هؤلاء بهذا التصريح لقسنطيني مباشرة يفاجأون بقرار محسوب على السلطة بأنه لا يمكن أن يشارك هؤلاء في هذه الانتخابات بكل صراحة أعتقد أن تصريح القسنطيني نعم بعد 15 سنة وهو يبرر تهميش هذا الجزء الكبير من أبناء الشعب ويحرم الشعب من خدمته هؤلاء له للشعب يأتي لها أعتقد بأن تصريحاته إنما هي في إطار هذه التجذبات لرهي موجودة جناح ذا الجناح ثاني نحن نقول لهم كان هناك ظلم ولا يزال هذا الظلم قائم تم فيه منع جزء كبير من أبناء الشعب من حقوقهم المدنية والسياسية دون وجهة قضائية دون حكم قضائي قائم على التحقيق المستقل ونحن نتحدى أي من هؤلاء الذين لا يزالون يريدون التمديد لهذا المنع أن يأتوا بأي دليل لأنه في الحقيقة هم ربما الذين تطبق عليهم هذه المادة الـ 26 من الذي انقلب على خيار الشعب من الذي أوقف المصار الانقلابي المصار الانتخابي من الذين تسببوا في حمام من الدماء والدموع من الذين يرفضون إلى يوم الناس هذا أي تحقيق شفاف حول ما حدث وتحديد المسؤولية نحن نقول بأنه ونحن تعهدنا مع شعبنا وسوف نقوم بهذا بإذن الله تعالى أننا بعد إحداث التغيير هذا وقيام دولة القانون وتكون هناك ويكون هناك منظومة قضائية مستقلة سوف نقوم بهذا سوف نسعى من أجل أن تقوم تلك المنظومة القضائية المستقلة لتحديد هذه المسؤوليات حتى لا تتكرر في مستقبل هذه المأساة الوطنية فإذن النقطة راهي هنا يا جماعة هما هذو كثير من عشرين سنة منعوا هذا الجزء من أبلاء الشعب لخدمات الشعب وفشل هؤلاء الذين استولوا على مفاصل حكم القوة ومن دار مثل هذا بن يونس إلى أخي بن عم ما اسمه هذا الذين داروا في فلك هم فشلوا في بناء الدولة فشلوا وأكثر من ذلك نهبوا خيرات البلد آل الأوان أنهم يتركوا الشعب وحاله يتركوا الشعب أن يختاروا أبناء الشعب أو فياء لهذا الشعب أن يقوموا بمهامهم هذه نحن نتحدث ليس عن أنور الدام أو عن الأخ علي بن حاج أو عباس مديني راهي المئات من إطارات هذا البلد المئات من إطارات كفة من رجال دولة حقيقة تم تهميشهم إلى يوم الناس هذا فنحن نطالب بحقهم في العودة ويقولون ترجع إلى الغرفة الإدارية أي أنا أريد أنني أساهم في هذه الانتخابات هل مسموح لأنني أدخل لا يمكن أنني أتحرك هؤلاء استعملوا حتى المنظمات القضائية الدولية زودوها بمعلومات مكذوبة زي أنتر بول لتحديد تحركاتنا في الخارج وفي الداخل حدث ولا حرج إذن القضية راهي هنا هل هؤلاء عليهم أن يتفطوا وخاصة أتحدث ليس على هذا بن يونس هذا أنا أتحدث عن أصحاب القرار العلبة السودة أنهم يتقوا الله في هذا الشعب لم يفت الأوان بإمكانهم استدراك ما قاموا به وشعب كريم وشعبنا شعب كريم عليهم أن يستدركوا هذا ويفتحوا المجال طيب يا دكتور ما رأيك في هذه الأحزاب التي خرجت بموقف موحد هو موقف المقاطعة لذي الانتخابات هذه الانتخابات ليست شفافة ولا حرة ولا نزيها ولا يمكن أن يخرج الشعب الجزائري بانتصار من هذه الانتخابات وبالتالي مواشرة أصدروا قرار وهو قرار المقاطعة تجمع الوطن من أجل الثقافة والديمقراطية لـ RCD حركة حمس وقبل هجبة العدالة والتنمية لشيخ عبدالله جاب الله حركة حمس لمقري حركة النهضة أيضا بالإضافة إلى أحزاب أخرى كيف ترى هذه المقاطعة هل هم فعلا تسرعوا في إصدار مثل هذا القرار كان عليهم من يتريثوا كان عليهم من يستشيروا أم أنه فعلا هذا هو الرأي الصحيح والصائب نحن يعني لعله إخوانهم من الذين همشوا كانوا يعني قبل منهم رفضوا هذه الانتخابات رفضوا هذا النظام ولكن نحن نقول لهم لا ينبغي أننا نكتفي بالمقاطعة الشعب مقاطع نحن لا نريدهم أنهم يساهموا في الهروب للأمام لهذا النظام إلى نحو المجهول هذه خطوة مباركة ولكن طالبهم إن كانوا فعلا يريدون الخير لهذا الشعب عليهم أن يسعوا معنا بكل جدية بحيث نحقق هذا حق الشعب لأن الانتخابات ليست حاجة سهلة هي الوسيلة الحضرية الوحيدة المتوفرة لشعبنا لاختيار سلطته السياسية فعليهم أن لا يكتفوا بالمقاطعة بل نعمل لتوفير هذا الجو من أجي تكون انتخابات حقيقية ويمكننا ذلك إن كان فيه الإرادة السياسية الحقيقية لا ينبغي أنهم يلعبوا بهذه اللعبة أو يسقطوا خلنا في هذه اللعبة انتظروا إلى ما بعد سوف تكون فيه تحولات نحن نريد التزامات الآن والتزامات واضحة الآن والأمر الأساسي هو لفتح المجل هذا يعني جريمة في حق هذا الشعب لأنك تمنع الكوادر مع الإطارات الكفأة أنه تقوم بخدمة هذا الشعب فشوف فين وصلوا وصلوا إلى أنهم يهددوا تم فيه تهديد الآن لأن صراحة إن ما حدث سوف يخرج ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرج عن النطاق السيطرة فإن تم حقيقة يعني حقيقة فيه صراح حقيقي راه المؤسسة العسكرية والمخابرة ينتعي الجزائر في خطر ولا ينبغي أننا نفرح بهذا لأن بلدنا بلد بدون مؤسسة عسكرية ومخابرتية راه خطر كبير نحن نريد مؤسسة عسكرية تكون في خدمة الشعب طيب يا دكتور يا دكتور فقط لم يبقى لديها الكثير من الوقت يا دكتور لم يبقى لديها الكثير من الوقت فقط أريد أن أسألك سؤالا وتجيبني بسرعة هل هناك اتصالات من قبل الذين أعلنوا عن ترشيحهم لهذه الانتخابات وبدأوا يجمعون في التوقعات لديهم استمارات الآن للترشيح الانتخابات الرئاسية هل من هؤلاء من اتصل بكم من أجل الحديث عن الانتخابات من أجل مسألة الترشيح من أجل الأهداف أو المنهاج أو البرنامج والله بطبيعة الحال يعني يعني كحركة كحركتنا كمقلق متواجدون في الساحة وفيه فيه تواصل في تواصل مع البعض وسابق لأوانه الحديث يعني عن هذا الأمر لأننا صراحة لا ندري حقيقة ما يحدث الآن نعم نحن نريد أن يعني القضية الأساسية ما احنا كنا درنا بيانين احنا ما نحب الأمور من وراء الكواليس مواقفنا كانت واضحة الخطوة الأولى اليوم قبل أي مساهمة في تزكيد مرشح ومرشح تاني أو كذا وهو الإعلان الآن والسعي لأن ندري لأن نشوف قولها بصراحة يعني أي وحد المترشح الآن إلا وراه دعمه جنرال ولثني ولث لذا إذن عندهم القدرة أنهم الآن يرفعوا هذا الحظر الآن اليوم يرفعوا هذا الحظر هذا وأنهم يتعهدوا بأنهم يقوموا أول خطوة حقيقة وتكون فيه يعني الأمور ملموسة لإعادة سياغة لإيجاد سياغة القانون الأول تعلب هو الدستور بصيغة توافقية ويتعاد أنهم يقومون بسلسلة انتخابات على كل مستويات بما فيها الرئاسية بعد سيغة هذا الدستور فتكون انطلاقة حقيقية نحن نريد الملموس لا نريد الكلام لأنه سئمنا من هذا النظام وأكذباته وكذا إذن عندنا ما عندنا حرج نتعامل مع أي كان يريد حقيقة أن يساهم في هذا التحول الديمقراطي الحقيقي ولكن نريد أن كل التيارات أننا نقوم مع بعض في هذا الأمر وهو كذلك يا دكتور أنور نصر الدين هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية جزيل الشكر لك كنت معنا من واشنطن الشكر موصول مسئل الأفاضل للأستاذ عبدالعيز غرمور رئيس حركة الوطنيين الأحرار وأريد التنويه لأننا رابطنا الاتصال بعض لجنة مركزية محمد جميعي عضو لجنة مركزية لجبت تحرير الوطني طبعا وكذلك رئيس جبت العدالة والتنويه السيد عبدالله جابالله لكن حالة بيننا وبينهم الخط العدم وضوح الخط ورداءت هذه الخطوط ربما سنشرك الشخصين الكريمين في فرصة أخرى بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظ وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة